أقامت مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء في طرتوس بالتعاون مع الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق عن السوري معسكرا لأبناء الشهداء وذلك في بحيرة السادس عشر من تشرين في مشقيتة باللاذقية هذا المعسكر الثاني هو فرصة للطلاب المشاركين ليكتسبوا المهارات اللي بيقدروا ياخدوها من خلال العيشة هاي المؤقتة خلينا نسميها المدة أسبوع هو عبارة عن 8 أيام بيكتسبوا فيها مجموعة من المعارف بتأهلهم للحياة بالبرية والتأقلم مع الطبيعة معرفة البيئة السورية عن قرب جميع مكوناتها الهدف منه هدف معسكر تدريبي لأجل رفع اللياقة لأجل التأقلم مع الطبيعة لأجل التعرف على بعض نحنا منطلع من بيئات مختلفة ومن محافظات مختلفة من اجتمع بقلب المعسكر تنظيم الوقت الاعتماد على النفس التعرف على المناطق المحيطة بمشقيطة وبحيرة 16-20 من الفرقة حاولنا ننقل عدد من مهاراتنا نحن متعلمين أو تدربنا عليها بالبرية أو بالمعسكرات تبعنا اللي كان في عنا خبرة حاولنا ننقل جزء مننا المناسب للأطفال أو المستكشفون اللي هنا موجودين معنا نحن طبعاً عم نقوم بعدة فعاليات وعدة أنشطة مننا مثلاً رحنا على جزيرة الغزلان في كمان نشاط رح يكون اليوم أو بكرة رح يكون مسير ليلي اجوا لهون ينبسوا كتير 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 الجو حلو ولطيف لحبينا أنه نتفاعل معي نكون معي نايد وحدة كتير الشغل كان منيح ودائما المدرسي على تواصل معنا هاي المشاركة الثانية اللي مع الجمعية كنت كتير متحمسة حتى أرجع شارك معسكر المستكشفوني يعفعونا جداد لأنه عن متعلم كتير مهارات وشغلات جديدة متعزل ثقتنا بحالنا عم تزيد اعتمادنا عن حالنا أنا من فرقة السلامندار جابونا مدرسنا عملت لنا المعسكر مشان يتعلم شغلات جداد مثل عقد ربطات كيف نستخدم نشتعل النار كيف نستحمل مسؤوليت حالنا وكتير حلو المعسكر نتعلم مهارات لنا مثلا عقد وكيف نعمل نشعل نار وجوار والغابة بيأخذونا مسيرتها نعرف كيف حياة الغابة ونتعرف عليها أكتر ويهدف هذا المعسكر التدريبي إلى اكتساب الطلاب مجموعة من المعارف تؤهلهم للحياة في البرية وكيفية تنظيم الوقت والاعتماد على النفس